طيب في جزاية تانية متعلقة بتوقيت ومكان وموعد وحكام مباراة الاهل والهلال السودان انا بقول لكم معلومة رسمية حتى هذه اللحظة وانا بتكلم معاكم وحتى مساء اليوم يعني النهاردة بنتكلم في منتصف الاسبوع النهاردة اللي اتنين ما فيش قرار رسمي ولا في خطاب رسمي لا بتوقيت المباراة ولا بمعاد المباراة ولا مكان اقامة المباراة ولا حكام المباراة المباراة اثنين ابريل لغاية اللحظة دي قرار مش رسمي والكلام ده مش رسمي المباراة تتلعب احد ايام واحد وثلاثين مارس او واحد ابريل الكنفدرالية يوم اثنين ابريل فكل الاكترات اللي على السوشيال ميديا غير صحيح انا بقول لكم علومة رسمية لم يصدر اي خطاب رسمي يؤكد موعد ومكان وتوقيت وحكام مباراة الاهل والهلال قرأت وشفت الناس بتتكلم على ان بابلاكت سيم الحاكم الاسيوبي مرشح لادارة المباراة برضو بأكد حتى هذه اللحظة قد يكون من الاسماء المرشحة ولكن على المستوى الرسمي لم يتم ارسال اي بيانات رسمية تتعلق بهذه المباراة حتى الان هي المباراة الوحيدة اللي هتكون حاسمة وفاصلة ولكن لسه باب يتم انك تشوف مباراة الساندونز والقطن الكاميروني هتبقى في رمضان تتلعب بالليل الساعة تسعة لازم تكون في توقيت ماتش الاهل والهلال ان الصدارة لسه متحسمتش في مقعد كمان لسه متحسمش الاول ولا التاني بس دي مباراة ما بينهم لو ماتش الوداد مع شبيبة القبائل دي مباراة ما بينهم فمش محتاج تلعب المباراة التانية مثلا في توقيت واحد لكن المباراة اللي محتاجين لتلعبه في توقيت واحد الاهل والهلال وساندونز والقطن لكن على المستوى الرسمي حتى هذه اللحظة كل اللي بيتكتب على السوشيال ميديا اجتهادات لا تحدد معاد المباراة الساعة 3 العصر في رمضان وهو طبعا المعاد المقرر يعني واللي أنا عندي تأكدات انه هيبقى كده رسمي الساعة تسعة بالليل بس برضو لسه ما تمش ارساله بشكل رسمي ولا تعين حكام المباراة